هذا الوفد الأممي الذي وصل صباح اليوم قادما من جبوتي من المزمع أو في هذه الساعات التي نتحدث فيها من المزمع أن يقوم بزيارات يدشن فيها مركز للطوارئ سيكون في عدن وآخر في صنعاء سينتقلون إلى صنعاء في زيارة قادمة عبر جبوتي هذين المركزين في عدن وصنعاء سيكونان مركزين للطوارئ تحت إدارة وزارة الصحة الوفد الأممي الرفيع الذي يعد الأول من نوعه حسب مستوى الإداريين المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والمدير التنفيذي لليونيوسيف وأيضا منظمة الغذاء العالمي هذه المنظمات الثلاثة الكبرى أعتقد من واقبها في اليمن العمل الإنساني لكن هناك تساؤلات كثيرة عن أداء هذه المنظمات الأممية خصوصا أن مشكلة الإغاثة وأيضا مع ارتفاع معدلات الفقر وترد الوضع الصحي في اليمن تأتي هذه الزيارة للإطلاع على الصعوبات والعراقيل وأيضا للتفاوض مع السلطات المختلفة وأطراف النزاع حسب تعبيرهم لتسهيل وصول الإغاثة في هذا الصدد ستكون الزيارة المزمعة قامتها مع رئيس الوزراء في الساعات المقبلة بعد إتمام زياراتهم الميدانية في هذا الوقت الضيق إلى أين ستكون آدم هذه الزيارات الميدانية ستشمل أي من الأماكن؟ بحسب مصادر في وزارة الصحة فإن الوزير الصحة كان في استقبالهم لإطلاعهم على الأوضاع فأعتقد حاليا تتم الزيارات وستكون في المستشفيات الحكومية على الأرقاح وأيضا خلال هذه الزيارة سيتم تدشين مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة لكن بطبيعة الحال هذه المنظمات خصوصا التابع للون المتحدة غالبا يكون هناك عدم التفاعل مع الإعلام مقارنة ببقية المنظمات أيضا إذا ما نظرنا إلى المشهد المنظماتي في العاصمة المؤقتة ينبغي أن ننوه إلى ما لا يراه المشاهد والمغيب في المشهد أن تواجد هذه المنظمات في عدن هو تواجد لموظفين ميدانيين ومكاتبها ليست إلى مكاتب مقرات لموظفها أو عامليها الميدانيين بينما ما زالت مكاتبها الرئيسية والإقليمية في صنعاء هذا المشهد يعبر عن الأزمة التي تعيشها العاصمة المؤقتة منذ عامين منذ تحرير المدينة حيث منع من تحويل مقرات هذه المنظمات وغيرها من المنظمات الدولية والمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية سواء المحلية والدولية هو عدم استقرار الحكومة في العاصمة المؤقتة وهذا يعكس اضطراب أمني ويعكس اضطراب سياسي أدى إلى نفور هذه المنظمات بالإضافة إلى انتقادات حسب المصادر متواترة من كثير من المنظمات انتقادات لأداء السلطات المحلية السابقة في العاصمة المؤقتة التي لم تتعامل مع عدن كعاصمة مؤقتة وتحتضن جميع الوفود والمنظمات وتمهد وتضرب نموذة جيد لتشجيع السفارات ومختلف المؤسسات الحكومية نعم نظال ينبغي التنويه أن ما ينتظر من قبل المواطن من المحافظة الجديد أن يصحح هذه الصورة رغم أن لتوليه منصب محافظة عدن فترة قصيرة لكن ما زالت عدن ليست عاصمة مؤقتة بمعنى الكلمة من خلال عدم تواجد السفارات غياب رئيس الجمهورية في أغلب الفترات بينما هناك تبرير حكومي دائم بأن اليمن ما زالت في مرحلة حرب لتبرير غياب الحكومة المتفاوت وأيضا غياب رئيس الجمهورية بطبيعة الحال موسيقى